نروح لأخبارنا وزي ما تعودنا أخبارنا بيكون في البداية كرة اليد طب ليه كرة اليد؟ لأنها دائماً أبداً بنتائجها فردت نفسها كلعبة شعبية تانية بعد كرة القدم المستوى الرائع اللي بيقدمه منتخب مصر ده بيخلينا دائماً نحط كرة اليد في مكانها هنروح نتكلم عن الفريق الأول لكرة اليد طبعاً بقيادة تركابة انطرق محروس الفريق خلاص بيستعد لمواجهة التيران بالدوري طبعاً أنتوا عارفين الدوري توقف فترة عشان المنتخب كان معسكر في المركز يولومبي في المعادي كان عندنا معسكر مع المنتخب في أسبانيا تلغى نتيجة التوصيات الطبية لللجنة الطبية في اللجنة الأنفية وخلينا أقول لحضراتكم أن أول مبارا لنا مواجهة التيران إن شاء الله بداروا المحتفى يكون من 19 مارس ومفكركم أن احنا لعبنا مطش مع الظهور مطش ودي وفزنا نتيجة 38-32 بس كان بغياب اللعاب الدوليين رجعوا من المعسكر نضاموا للفرقة والمهمة صعبة اليومين دول عشان ترجع تاني التناغم للفرقة عندنا أربع إصابات عندنا باهر البدراوي إصابة عبد الرحمن طه إصابة عندنا أحمد يشام سيسا إصابة وممضوح طه إصابة بيتجاهزوا عشان يلحقوا الفترة الجاية يعني في المركز الثاني بعد نادي الزمالك بسبب طبعاً المواجهات المباشرة بس فيه نقطة مهمة جداً عايز أقول لحضراتكم إحنا حتى الآن طبعاً منتظرين قرار الاتحاد إحنا مفروض أول أربعة استقناف الموسم اللي فات طبعاً إحنا نخش في الأخبار المحلية أكلمكم باستفادة عن اللي حصل طبعاً ووجود لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد كرة اليد بس إحنا مازلنا مستررين على حق النادي الأهلي والفير بلاي إن إحنا نلعب بالقائمة الجديدة عايز تكسب اكسب بوضعك الحالي وما تعتمدش على غياب لعبين عشان تكسب الرياضة مكسب بشرف مش مكسب بس لازم تكسب بشرف وتكسب بتكافؤ فرص وإحنا ما يسعدناش أبداً كنادي أهلي إن إحنا نكسب بطريقة فيها نوع من أنواع غياب لعبها من الفرقة التانية تديني أدفانتج لا بالعكس الفرقة تلعب كاملة وإحنا نلعب كاملين والمكسب والخسارة بيد الله سبحانه وتعالى كله بيستعد وفي الآخر النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى وانتظرين قرار الاتحاد ونأمل في المجموعة المحترمة اللي موجودة دلوقتي واللي هما كلهم كانوا كباتن مصر في يوم الأيام إن هما ينظروا بنظر نظرة العدل نظرة العدل إن إحنا محتاجين نلعب ويبقى فيه فير بلي اللي يكسب نقوله ألف مبروك واللي يكسب نقوله هارد لك هو ده الرياضة ونهار ده كابتال محمود الخطيب إدينا مثل في ده ما فيش أي داعي من دواعي التعصب ولا أي يعني روح الرياضية هي دي الأساس خلينا نشوف قراركو ويا جماعة بعد إذنكو ده يبقى من أولياء قراركو لأنه خلاص عشر تيام 12 يوم وفي ده 1 إبريل بين و4 إبريل المباريتين المتبقيين في الموسم اللي فات منتظرين قراركو ونشوف خلينا نشوف